اهلا 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 ازايكم في الفيديو ده انا بتكلم عن واحدة من اكتر الروايات اللي اثارت الجدل في وطننا العربي حتى كادت انها تودي بحياة صاحبها الرواية دي هي رواية اولاد حارتنا لنجيب محفوظ تمامين هيكون فيه كلام عن كتاب داصلة وهو كتاب سيرة الرواية المحرمة لمحمد شعيد انا مش شخص بيلتزم بخطط قرائية وامشي عليها وابقى ملتزمة بيها ولكن بده حصل صدف سعيدة جدا وكتب نقراها صدفة عشان نكون محصوظين في مقابلة كتابنا المفضل الجديد وانا قاعدة مستانية دوري في تطعيم كورونا لقيت انه انا في طال الانتظار ودوري لسه بعيد فطلعت كندل ولقيت ان انا عندي اولاد حارتنا فحبيت ان انا ابتدي فيها اشوف ممكن نكون جواها عامل ازاي عشان تكون اول رواية كبيرة ومشهورة اقراها لنجيب محفوظ من العمال اللي هي دايما بتتذكر الحرفيش او السلسية ومعاهم اولاد حارتنا فانا لسه ما قريش السلسية ولا الحرفيش وبعد تجربتي في اولاد حارتنا متحمسة جدا جدا ان انا ابتدي ان اقراها رؤيتي قبل كده لنجيب محفوظ موجودة فيه اتكلمت عنها في فيديو قبل كده وهسيب لكم لينك الفيديو ده في الديسكريبشن وفي الكارز وفي اخر الفيديو يمكن ان تريت الرواية بلا توقعات كتير ولكن كان عندي قدر كبير جدا من الفضور وفي خلال دقايق كنت منغمسة تماما ومنفصلة عن كل ما هو حولي ودخلت في حالة الفلو اللي بيقولوا عليها لحظة الفلو دي الاول انغماس والتدفق والاحساس ان انت مش حيسس بالوقت وانت بتمارس نشاط معين دي حاجة متكون من اجل اللحظات بالنسباني وبحبها جدا وبحب اي حاجة ممكن تدخلني في الحالة دي وكان الرواية دي عملت كده فجأة لقيتني بخرج من جو المركز الطبي وبدخل فيه جو جميل جدا من اجواء البيت الكبير جدنا والانسان الاول وهو احلامه في ان هو يبدأ في حديقة غناء يستمتع بيها ويستمتع بالناء خلق جوايا حنين للحياة دي وهي ابعد ما تكون عن حياة الاحفاد دلوقتي الاحفاد اللي اتطردوا من البيت الكبير وعشان يواجهوا الحياة الحقيقية بكل ما فيها من ظلم وفساد فنعيش نشقى في التراب والطيل ويعاودنا الحلم خرجنا الى الحارة حيث نلاقي الظلم وفساد الناظر وتجبر الفتوات جميع امور الحارة تجري بالارهاب وحارتنا لم تعرف يوما العدالة او السلام نعيش الامل في العدالة والكرامة في لحظات يسيرة من عمر الزمن مع جبل ورفاعة وقاسم ثم ينتهي بنا الامر نفيق على الاظهور طويلة من الظلم والاستبداد وضربات النبوت ألا تعلم ذلك يا جبلاوي؟ ثم عندما جاء عرفة وميت الجبلاوي ما الذي حدث؟ دخنا ذات الظلم مرة اخرى ولكن بشكل جديد ومضاف اليه الخواء يا لنا من سجناء واموات ابناء اموات ويا لها من رحلة شقة وخاسرة كيف انتهى الامر بحارتنا الى هذا الحال؟ الرواية هي متوالية محكمة بتسرد لنا تاريخ الانسانية وما تمر به وصراعها ضد الظلم ومن اجل العدالة والحق فصول من القهر بنعيش مع فصول من الرواية متجنسة ومنسجمة وكمان فيها قدر من الالفة فيه داخل حارة نجيب محفوظ من عجب اهل حارتنا يضحكون على ما يضحكون انهم يهتفون للمنتصر ايا كان المنتصر ويهللون للقوي ايا كان القوي ويسجدون امام النبابيت يداون بذلك كله الرعب الكامل في اعماقهم غموس اللقمة في حارتنا الهوان لا يدري احد متى يجيء دوره ليهوي النبوت على هامته ما ان ينتصر العدل على الفتوات بعد سعي الا وان نجد بذرة جديدة للاستبداد موجودة لكي يستفيد المنتصرون الجدد والله ما كرهتم الفتوانة الا لانها كانت عليكم وما ان يأنس احدكم في نفسه قوة حتى يبادر الى الظلم والعلوان الرواية في قرأتي لها فيها قدر سياسي كبير جدا استخدم فيها رموز من تاريخ الانسانية نزل بيهم الى ارض وقعنا الى ارض الحارة المصرية بفضائلها ورذائلها الرواية بترسم عالم متصور لكي يتوحي بعالم اخر وواقع اخر الرواية دي واللي كانت معلومة جديدة بالنسباني انها جات بعد فترة طويلة جدا من الصمت النجيم محفوظ من بعد ثورة 52 وحتى تقريبا لمدة 5 سنين على الاقل لم يكتب كلمة واحدة بعد نشر الثلاثية لم ينشر شيء حتى سنة 59 وكأنه وكما يرد في كتاب النص الغائب في اولاد حارتنا وعلى لسان نيتشا كل من قدر له ان يذيع شيئا جليلا في يوم من الايام لابد ان يظل وقتا طويلا مطويا داخل صمته وكل من قدر له ان يشعل البرق يوما ما لابد ان يظل صحابا لمدة طويلة انا حبيت الرواية دي جدا واستمتعت بيها كنت خايفة في الاول ان هي تكون على قدر الضجة والجدل اللي حواليها في الاخر تخلي عندي توقعات معينة او تخزلني في قراءتها الا اني افتسمت بيها جدا بكل ما فيها من تساؤلات وبكل ما فيها من اسقطات وحب ان انا اعرى باقي الاعمال الكبيرة لاني حبيت الرواية دي فاني حبيت اقرأ ما حولها من قراءات او ما له صلة بها زي كتاب اولاد حارتنا سيرة الرواية المحرمة لمحمد طعيب اللي انا هتكلم عنه دلوقتي في الكتاب ده بيبحث محمد طعيب في هذه الرواية في ظروف الكتابة اللي تمت فيها هذه الرواية وما صاحبها من جدل ومن ملاحقات قضائية او فتاوي الدينية وما يصل في الاخر الى محاولة الاختيال ليه اثارت الرواية كل هذا القدر من الجدل لانها قرأت ككتاب فكري وليس كرواية الكتاب الفكري هو بتكون في حقائق وتكون في وجهة نظر معينة وفكر محدد وواضح بينما الرواية هي فن يتم تأويلها بطرق مختلفة باختلاف المعاني والقراءات لكل شخص والأديب زي ما بيرد ليس زعيم سياسي او داعية انما هو مجرد لاعب يستمتع وهو يكتب ويمنح الاخرين ايضا متعة اللاعب والتأمل معه الجدل في الرواية كان ان هي بتصور الانبياء وتجعلهم اشخاص عاديين يمارسوا حياة غير لائقة او تصرفات غير لائقة او ما الى ذلك وده يعني قراءة ضيقة جدا للموضوع وخروج بهدف الرواية او خروج عن الفن الرواي عموما وانه يتم هنا زي محاكمة للخيال وده شيء عبثي جدا بنبدأ في الكتاب يتعرض لاستداما الصمت الطويل نجيب محفوظ قبل ما تبتدي انها تنشر لي الرواية الاول مرة كانت حلقات يومية في الجرنال لقينا انه الصمت الطويل دائم زي ما قمت لمدة سبع سنين تقريبا ما تنشرش اي حاجة بعد الثلاثية وخمس سنين لم يكتب كلمة واحدة نشوف الاراء المتباينة او وجهات النظر حوالي السبب الصمت ده تبينت التكهونات بشأن ده وتبينت ردود نجيب محفوظ حوالي هذا الصمت في رده ورد انه عندما ذهب المجتمع القديم ذهبت معه كل رغبة في نفسي لنقده وظننت انني انتهيت ادبيا ولم يعد لدي ما اقوله او اكتبه وكأن الثورة قتلت الرغبة في الكتابة وثم بدأ يشعر بشيء من الخيبة بشأن الثورة يوليو 52 انه يسمى عن تعذيب فلان وسجن فلان والاشخاص اللي بقوا اغنى من الاقتعيين في زمنهم فخرج عن الصمت وبدأ يصور لنا حارة مصرية صرع فيها الفتوات وفريق اخر من الطيبين الذين يريدون العدالة ومن خلال الرؤية السياسية كان بيفكر ويضع افكاره في اطار ومضلة من تاريخ الانسانية لكن القراءات الدينية لهذه الرواية وقدر من الشحن والتحريض احيانا من جهات مختلفة وتكفير صاحبها ووصولا لحاولة اغتياله وكان بناء على فتوى الشيخ عمر عبد الرحمن وقال اننا لو كنا اتنى نجيب محفوظا داما نشر رواية اولاد حارتنا ما ظهر للوجود سلمان رشديو فيه الاشارة له سلمان رشدي وروايته اللي اصارت برضو جدل وهي رواية ايات شيطانية بيعلق نجيب محفوظة على الامر ده قائلا هؤلاء لا يقرؤون القصص الادبية بعين ادبية او انسانية تريد ان تعرف الحقيقة وسراع الخير والشر بيدافي عنها نجيب محفوظ بانها رواية خيال فن وليست تاريخا للاديان بنظل نعاني في وطن العربي من القراءات الحرفية او القراءات الديقة شوية للروايات والتعامل مع الفن كان من ما بينتج عنه من تعريض اصحابها للخطر سواء في محاكمات سجون او اغتيالات او من خلال الرقابة وتضيق على المثقفين يصف نجيب محفوظ مشهد الاغتيال بانه رأيت وحشا مخيفا ينقض علي وينهش رقاباتي بانيابه اللي تورطه في الحادثة دي كانوا شابين لم يقرأ هذه الرواية اصلا ولكن الفتوى صدرت فساكن الامر فكانت الطعا وده امر خطير جدا يعني تخيل حتى انت ما قررت الرواية اللي انت راح تقتل صاحبها ده شيء قريب وبرده اللي ترفع عليها اضايا قبل كده شخص برضه قال انه هو لا ما قررتهاش واترفع بنفسي انا اقرأ حاجة زي كده في شيء بقى خبيث بيتقال انه هو خصل في التحريض على الرواية دي وانه بما انها كانت رواية سياسية فانه الفتوات وصلتهم رسالة وبالنسبة لهم زي ما بنقول كده حب ان هم يسيروا الامور ناحية الموضوع او الناحية الدينية فضلا عن الناحية السياسية عشان يتم بقى يهنال جزائق ويتم التعامل مع رواية منعها او غيره وتصفيتها من جهة الدين مش من جهة السياسة كتاب بيغطي اشياء اخرى لطيفة في حياة نجيم محفوظ بيورينا فوزه بنوبل وبيغطي كمان المشاكل والمعارك الادبية الموجودة ما بين الوصص الادبي والمنثقفين عايز اقول ان الكتاب ده كانت اوقعاتي ليه اكتر من كده شوية وحاسته يفتقط شوية للانسجام ما بين المكونات المختلفة بتاعته ولكن في اللهاية هو ما كانتش كتاب موزعج وكان قراءة لطيفة حوالين اللي كان بيصل حوالين الرواية دي انا استمتعت بقراءة الرواية دي جدا وخلاص ازددت التشوق جدا ان انا اقرأ الحرفيش واثلاثية وغيرها من اعمال نجيم محفوظ ودي كانت قراءتي واتمنى الفيديو يعجبكم شكرا لكم على المشاهدة شاركوني الاعمال اللي انتو بتحبوها نجيم محفوظ وقراءاتكم ازاي لو قريتوا اولاد حريتنا وقلولي شفتوها ازاي شكرا لكم واشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة